المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله صباحكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خطوط عريضة لهذا اليوم السبت مع صحف الخرطوم مصادر هذا الصباح والعديد من الموضوعات والملفات والعناوين التي نتناول بعضها بالتعليق مرحبا بكم مشاهدين العزاء مرحبا بضيفنا داخل الستوديو الخبير الاستراتيجي اللواء يونس محمود مرحبا عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته مرحبا نستهل مشاهدينك المعتاد بقراءة لأمرز عنوين صحف الخرطوم الصادر هذا الصباح في صحيفة الوفاق الكهرباء تكشف عن إنشاء محطتين بطاقة ألف ميجاوات في الفولة والباقير ألية المشتركة لرقابة توزيع حصص الوقود للمواصلات بالخرطوم سيول وبيونج يانج تدعى هدان بالتخلص من الأسلحة النووية والخرطوم ترحب الشعبي للشعبية ما زلنا متمسكون باتفاقية التفاهم معكم ونسعى لإنقاذها في صحيفة الصحافة بدون مشاورات تشكيل الوزاري هذا الأسبوع أمريكا تتوسط بين أثيوبيا وإريتريا اتفاق مع الشركات الأوروبية لإنشاء محطتين كهرباء بالفولة والباقير قتال عنيف بين الحكومة والمعارضة بجنوب السودان إطلاق المشاورات السياسية للتشكيل الوزاري هذا الأسبوع في صحيفة أخبار اليوم تحذيرات من كارثة زراعية بسبب شح الوقود قراءة تحليلية لأخبار اليوم لسياسة افتتاح مراكز البيع المخفض اتفاق أثيوبي سوداني على تأمين الحدود ومكافحة التهريب والجماعات المتفلتة في صحيفة الرأي العام آلية من الأمن والشرطة لرقابة توزيع الوقود المخصص للمواصلات الاتفاق مع شركات ألمانية لإنتاج ألف ميجاوات قبل نهاية العام والي كسلة نفرة بالولاية تستهدف مشروعات الكهرباء وزير عاطش تنسيقية الحوار تتوسط بين بلال وإشراق في صحيفة السوداني المتعافي والجاز مرشحان للعودة للوزارة والدردير ومعتز الأبرز للخارجية آلية مشتركة لمراقبة توزيع حصص الوقود للمواصلات بالخرطوم تجدد المعارك في مناطق البترول بالجنوب وريبيكا تصف سلفاكير بغير المسؤول السودان وأثيوبيا يتفقان على تبادل المعلومات للسيطرة على الجماعات المتفلتة في صحيفة المجهر السياسي تعديلات في الحكومة خلال أيام العثور على فتاة مشنوقة داخل قطيب القدارف دع عضوية المؤتمر الشعبي للتمسك بكلمة السر معه علي الحاج وطالب الحلو عقار وعرمان بتفاوض مباشر دون وسط ظلت تعاني من أزمة المالية صحيفة حريات الإلكترونية تتوقف عن الصدور بعد قطعة تمويل الأجنبي عنها في صحيفة الأهرام اليوم تعديلات وزارية وشيكة في صفوف الوطني تجدد الاشتباكات بالوحدة وجوباء تنفي استقالة نائب الرئيس فرار مئات المدنيين بعد تجدد الاشتباكات بجنوب السودان مرحبا بكم مشاهدينا العزاء إلى خطوط عريضة لهذا اليوم ونستهل من صحيفة الوفاق وعليها الكهرباء تكشف عن إنشاء محطتين بطاقة ألف ميجاوات في الفولة والباقير في تفاصيل أعلن وزير الموارد المائية والريو الكهرباء معتز موسى عن إنشاء محطة الفولة الرديفة بطاقة 500 ميجاوات وقبل نهاية العام الحالي سيتم التوقيع على محطة الباقير بطاقة 500 ميجاوات وضحا أن عددا من الشركات تقدمت لتنفيذ المحطتين بما في ذلك شركة سيمينز الألمانية وأوضح أنه تم إطلاع ملتقى الشراكة الألمانية الأفريقية الذي نظمته الجمعية الأفريقية الألمانية للأعمال أفريكا فراي بمدينة هامبورغ الألمانية على فرص الطاقة والرؤى المستقبلية لخطوط النقل والشبكات التوزيع وأطلع المؤتمر على الربط الكهربائي مع أثيوبيا وأن الربط سيكتمل مع مصر في غضون أربعة أشهر مرحبا بك اللواء يونس محمود وهذا الخبر الكهرباء تكشف عن إنشاء محطتين جديدين للكهرباء وأيضا حديث عن ربط الكهربائي مع أثيوبيا ومصر تحية لك والسادة المشاهدين والأهل الصحاف والأقلام الحقيقة طبعا الكهرباء معلوم لدى الناس هي الطاقة الأرخص والأقرب والأهم بالنسبة لأي دولة سواء كان هذه الدولة نامية أو صناعية متقدمة ولذلك الدول بتسعى في توفير أقصى حاجة الناس مع وفورات مع قراءات للمستقبل الاستهلاكي لأنه بطبيعة تطور الحياة أصبح الفرد الواحد يستهلك 100 من الكهرباء أكثر مما كان يستهلكهم من قبل بدخول آلات ومعدات وتجهيزات وحاجات رفعية جديدة بالنسبة للناس في السودان انتاجنا تقريبا في حدود 3 إلى 3500 ميجاوار لكن القراءات والدراسات أن تقريبا المستفيدين من الكهرباء واستفادة كاملة لما يتجاوزوا 20 إلى 30% من جملة سكان السودان الأمر الذي يجب أن تقف عنده الدولة إنه توسع شبكات الكهرباء وتجدد حتى الشبكات ذاتة مثل المهندسين يقولون أن شبكات قديمة بتفقد يعني يكون في فاقد يصل إلى 25% من جملة الكهرباء المنقول إذا كانت شبكات قديمة ومهترية نعم هناك أنواع جديدة يعني منتظرة التي هي الكهرباء النووية السودان لأنه أظن أنه دخل في شراكة مع شركة روسطوم روسية في أنه ينشي محطة نوعية هذا يكون حل نهائي بالنسبة لمشكلة الكهرباء في السودان فضلا عن تشبيك الشبكة الكهربائية القومية مع دول الجوار زي مصر وأثيوبيا نحن الآن من الثورة تقريبا زي 250 ميجا واط من أثيوبيا بالإضافة إلى تشبيك الشبكة القومية مع مصر ممكن يوفر شيء يديد فضلا عن الطاقة الشمسية وطاقاتها متجددة الرياح وكذا ممكن الناس يتوسعوا فيها فهذه جوارب حيوية أو الأساس اللي تقوم عليه التنمية سواء كانت تنمية بشرية أو صناعية أو على المستوى الزراعي ونبقى في ذات إطار الكهرباء والمياه أيضا في صحيفة الوفاق نفسها إدريس 30 مليون دولار لتنفيذ تحلية مياه أربعة أكد وزير التعاون الدولي إدريس سليمان أن وزارته تلعب أدوار كبيرة من أجل استقطاب الدعم الفني والمالي من المانحين وشركاء التنمية من أجل إنفاذ برامج تنموية بالمركز وولايات السودان المختلفة جاء ذلك عقب التوقيع الذي تم في مدينة بورسودان بين وزارة التعاون الدولي ووكالة العون البريطاني والبنك الدولي بمنحة قدرها 30 مليون دولار لتنفيذ تحلية محاطة مياه أربعات التي تغذي مدينة بورسودان وقال وزير التعاون الدولي إن مثل هذه المشروعات ترتبط بحياة الإنسان وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات المماثلة ستنفذ خلال هذا العام في عدد من ولايات السودان إذن وزارة التعاون الدولي تقود الكثير من العمال الاستثمارية على الأقل الدولية لعدد من ولايات السودان ولعل مشكلة مياه بورسودان مشكلة قديمة طبعا هي تبقى دي كلها حلول موقتة لمدينة بوزن مدينة بورسودان وداخل عليها السواكن وداخل عليها التجديدات الحديثة المتوخة بالإضافة لعدد الناس تستقبلون بورسودان إضافة للناس الموجودين فيها فالحل الأساسي هو مياه من النيل والمشروع هذا مشروع ما جديد من حيث التخطيط والتصميم وسيد الرئيس لمرة أو مرات أو مرات وعد أن هذا المشروع يتم تنفيذه ولكن أظن هناك عثرات مسألة التمويل مسألة المتابعة هناك حلقة مفقودة مدام المشروع جاهز وذجد واقتصادية وفنيا ممكن من حيث التصميم تدفقات الموية المحطات التي سيمر بها الناس التي سيخدمون من مفترق عضبرة وإلى بورسودان هذا مشروع حيوي وذلك نهريني الجديد يعني ممكن يغير ملامح المنطقة من أرض جرز وقليلة السكان في طول المسافة من عضبرة وإلى بورسودان إلى مراكز بتاعة تجمعات السكان من جديد وإلى أحياء الأرض وإلى أمكانيات بتاعة تستثمار في الزراعة وفي الحيوان وذلك وذلك حقنا من جملة حصة السودان في الموية التي تمشي أصلاً كان متدفقة وما يتزال إلى الشمال بلا جدوى بلا جدوى فلذلك هذا حق أصيل للسودان أنه يزقي بورسودان وتستحق بورسودان لا مدينة من المدن المفتاحية في السودان يعني مدينة أساسية فما ممكن تتخلي مواطننا يعاني طول هذه العقود من السنوات وبينه وبين الموية مرمحجر لأننا صدرنا البترول عبر الأنبوب من هجليج وإلى سواكن نعم بأكتر من 1640 كيلومتر في غضون عام أو عامين بالكثير نعم فما ممكن في 30 سنة أو 28 سنة أنت ما قاعد يتودي الموية من النيل إلى بورسودان دار لها تيم يعني تيم متخصص في الشغل يعني والتزام من وزارة المالية ولا أي قرض ولا أي شكل من أشكال التمويل المختلفة بعرفوها ناس البنوكة ممكن جدا أنت تمويل العملية دي ما عملية مستحيلة يعني نعم ويبدو أنه التمويل في هذه الحالة يعني تم توقيع هذه الاتفاقية مع البنك الدوري ووكالة العون البريطاني على ما أعتقد 30 مليون دولار يعني ستمنح لهذا المشروع تم التوقيع ولكن دائما نحن نشهد توقيع الاتفاقيات ولكن التنفيذ يبقى على الأرض إما لا ينفذ أو ينفذ ببطء شديد جدا يمتد لسنوات حتى يفقد المشروع يعني أهميته في مشاكل في الجانب دام مشاكل فنية وفي مشاكل إدارية أنت بتسمع عن توقيع مشروعات كثرة جدا لكن بتنتظر الأجل المضروب المعلن إن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية في الزمن المحدد ما بتتم أصلا ولا حتى بتريد لا ذكره يعني مطار الخرطوم الجديد وعشرات المشروعات يعني كانت مشروعات يعني الناس يكادوا يا المسوى يتقرع بلمس زي ما يقولوا في أيديهم الآن ما موجودة على الخريطة يعني لأنه يا نقص عن عقب الزولة أو الجهة لدار التمويل يا التمويل تم تحويله مثلاً من بندي إلى بندي آخر يا الناس المعنيين بالملف تم تبديلهم وتغييرهم وجوء آخرين عندهم قناعات غير القناعات الثابتة أو المصطورة في الكتابة التي استلموا بيهم ولذلك المسألة أصلاً مفروض تكون مبنية على خطة خطة عمل ما تتغير هذه الخطة بتغير الأشخاص لأنه شخص حادث يعني ممكن يجي يشتغل الليلة بكرة وزير مدير أي حاجة ويفوت ويجي شخصي آخر بدل ما يفتح له ملف جديد أحسن ينفذ الملف المتفق عليه يعني فهي واحدة من أشكالات الموجودة عندنا هنا ومتأصلة في السودان نعم ننتقل إلى صحيفة الصحافة على صفحتها الثالثة نجد آلية لرقابة توزيع حصص الوقود للمواصلات بالخرطوم كشفت غرفة المواصلات ولاية الخرطوم مع تشكيل آلية مشاركة أو مشتركة لضبط ورقابة عمليات توزيع حصص الوقود المخصصة لحل ضائقة المواصلات وتوفير بجميع خطوط الولاية وقال شمس الدين عبدالباقي رئيس الهيئة الفرعية لسائقي الحافلات بالغرفة للمركز السوداني الخدمات الصحفية إن الآلية التي تم تشكيلها من قبل إدارة النقل والبترول تضم الأجهزة الأمنية والشرطية والغرفة وعدد من الجهات المختصة بغرض تنظيم وتوزيع حصة الوقود التي تم تخصيصها بالتنمبات للمواصلات الداخلية بالولاية كاشفا عن ضوابط رقابية مشددة تتمثل فيه نسبة الكمية التي تم تحديد لكل مركبة وعدم استغلال الوقود لصالح أغراض أخرى وتوقع عبدالباقي انجلاء الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة يعني آلية للرقابة وتوزيع حصص محدد للعربات المسألة يعني يبدو أنها ستكون مشروع كبير وصعب التنفيذ وشوفي دافقه الفقرة تقسم النبق يعني إذا بدل ما الفقرة تسمعه النبق واحدة جيب نبق على قدر الفقرة يعني وما أظنه دولة 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 تعجز عن إنه تجيب وقود والوقود أصلا هي ما بتوزعه للناس مجانا يعني يعني أنت أصلا يجيب الوقود وبيتبيعه للناس يعني ممكن تمشي لدول الله يسلفني وقود لمدة أسبوع نعم وفي شركات وفي وكالات وفي رجال عمل في السودان أستدي ممكن يجيبوا عشرين باخرة وقود وأنا أبيع الوقود للمواطنين وأرجع للمواطنين دي للناس قروشهم وبالسوداني ممكن جدا هم يعرفوا يصرفوا قيد يعني فده صراحة عجزي لا يليق والله ما في أحد يستطيع أن يجد عذر عذر مقنع أو منطقي لهذه الأزمة غير تكصير واضح جدا ويجب أن يساعد هؤلاء الأشخاص المقصرين يعني ولذلك أنا شخصيا يعني لا أجد عذر في مسألة أزمة الوقود غير أنه عجز وتكصير غير مبرر نعم ومسألة يعني حصر أنك تحصر والجهد بالمناسبة الجهد اللي أنت بتبذلوا في الإشراف برضو جهدي بقروش يعني ما مجانة المشكلة يعني إلا لأنا أجيب رجل الأمن رجل الأمن يضيف على رأس كل مسدس بتاع طرمة رجل الأمن ده ما عنده وظيفة وحيتحرك برضو بآلة وحيكون عنده استعداد وأنا ممكن أوظفه أساسا في مهمة أخرى فمسألة الاستعداد والاستنفار لعضوية الشرطة وعضوية الأمن وعضوية الرقابة والآلية والأوراق المستخدمة ستصرف عليها أيضا يعني لذلك ما مجهود فرية مجهود برضو بقروش فإنت الوفاة الجهد بقروش وممكن تتزيد كمية للوقود نعم ننتقل إلى صحيفة أخبار اليوم ونبقى في ذات الإطار عليها نواب يحذرون من كارثة بسبب انعدام الوقود مطالبات لرئيس الجمهورية بالتدخل ودعوة وزير الزراعة لتقديم استقالته دعا نواب برلمانيون رئيس الجمهورية للتدخل لحل أزمة الوقود لضمان عدم فشل الموسم الزراعي القادم وإكمال حصاد بقية محاصيل الموسم الزراعي الماضي وأشار نائب برلماني سابق إلى أن كميات ضخمة من الذرة التابعة للبنك الزراعي وديوان الزكاة ومزارعين آخرين موجودة في مناطق الانتاج بنيل الأزرق وفشلت تلك الجهات في ترحيلها بسبب عدم توفر الوقود بما يعرضها أو مما يعرض للتلف في حال هطول الأمطار وقال مبارك النور نائب دائرة الفشقة المستقيل بولاية القضارف إن أزمة الوقود تتزايد يوميا بينما لا يوجد اهتمام بنذاءات نواب البرلماني للوزراء والحكومة لحل الأزمة وإنقاذ الموسم الزراعي القادم والسابق وقال أتوجه الآن بنذاء خاص لرئيس الجمهورية التدخل فورا لحلها وأشار إلى أن عدم توفر الوقود أدى لفشل حصاد الزراع من الموسم الماضي وغيره من محاصيل ناهيك عن التحضير للموسم الحالي وقال إن الوضع ينذر بشر مستطير وإن المزارعين يائسين وإن الموسم في خطر ولم يبقى غير تدخل الرئيس وإلا فإن الكارثة قادمة لا محالة وطبعا كلام الأخ النايب كلام صحيح 100% هو كلام تقريري يعني رفع الحاصل اللي شايفين أنه الناس ومعايشينه لكن السؤال وقبل كده ظننا نحن قلناه والله الواحد يشفق على السيد الرئيس من أنه أي ملف الآن يقول لك السيد الرئيس طيب السيد الرئيس ده ما عنده حكومة حكومة عندها واجبات معروفة عندها تكاليف وفيها وزراء وفيها وزراء دولة وفيها مدراء وفيها أولاة وفيها محافظين وفيها هلمة من الموظفين فلذلك كل زول ما يليه يقوم بالعمل بتاعه لكن أي ملف يعني استعصي على الناس يقول لك والله يا أخي الملف ده يمسكه السيد الرئيس فلذلك الناس يقوموا بواجباتهم وعدين مسألة ما وراء أو ما بعد أزمة الوقود يعني هي مش كارثة وحدها هي جائحة ممكن تشتاح البلد كلها في المراكزة الحيوية يعني الليلة المستشفيات النقل المواصلات سقية البهايم سقية الزرع حتى المعيشة ساكت تزول لو عنده ركشة ولا عنده أمياد ولا عنده بوكس ولا عنده بص دار ينقل بيوه عشان ييب رزو بليداته بلقد ما في طريقة فلك أنت تخيل يعني أن الناس كلهم وقفهم طابور في طرنبة غد يكون فيها وقود وغد ما يكون فيها وقود فلذلك مسألة الغود دي مسألة جد يعني مسألة فصل مسألة أساسية بالنسبة لكل الناس ويجب أن لا تتكرر يعني يجب أن يعني يتدارس الناس ويستفيدوا من هذه الثغرة الحصلت الآن ومشكلة الوقود لماذا حدثت ده سؤال بتجيب عليه وقايع الاستقصاء يلا بعد ذلك تستفيد من هذه الوقايع أنه يجب أن لا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى نعم وإلا السودان بيكون يعني قدر جهد الكسب من إنتاج ولا من تواصل الناس ولا من أي شيء حصلت وانت يعني كمستحق للمواطن الآن بيتراجع نعم فهذا التراجع ممكن يفضي إلى إنهيار أو إلى تفكك تماسك الدولة الاختصادي والإنتاجي والناس ما بيثقوا بعد ذلك في أنه هل في وقود ولا ما في وقود بتراجع المستشمرين استعدادات المزارعين بتضرب يعني في قناعات يعني يقين المزارع في أنه دولة دي أنا أزرع ألف فدان ولا أزرع ميتين لأنه غد ما يتوفى لي وقود للأبن فدان وفترة الاستعدادة الآن يعني شهري مايو ده ما يستعدوا لأنه شهري ستة بتبدأ العمليات الحقلية يعني مباشرة شهري سبعة الزراعة وكذا فلذلك المسألة مزالة كبيرة جدا ويجب أن يقوم الناس عليها بما تستحق من عناية وهي الآن مفروض تكون طبع جندب يكون الجندة الأول في السودان الآن كيف نعالج تفاقم أزمة الوقود وكيف نضع التدابير والتراتيب اللازمة أن لا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى ونحن قابقى وقدنا من دول جارة وصديقة وبيننا وبيننا شراكات وبيننا تعاون شيئا كثيرة جدا وبيننا وبيننا شراكات حيوية وفي أمن إقليمي وكذا وده واحد من أسباب الأمن اللي هو الأمن الغذائي ولا الأمن المائي ولا الأمن الحيوي بالنسبة للناس بدخل فيه عنصر الطاقة كحاجة أساسية فكيف الدولة يكون عندها شراكات مع دول الإقليمية بتنتج أكثر من عشرات الملايين من البترول في اليوم الواحد وما عندك وصلي معها يديك عن طريقة سلفة ما دارين مجانة سلفية دين مشاركة استثمار بأي شيء من أشكال التعامل بين الناس يعني أنا أسيوب تاعة الفرن لو ما عنده قريب شاشي الكسر غيف بكرة ما يجيب لي لكن ما بخلي أولادية يعين لأن والله أنا ما عندي الجنيه بتاع الرضيف مثلا يعني أنا مستوى الشخصي أي مواطن الآن يعيش كتا يعني يدير أموره يعني تماما يعني الناس كلهم بيتصرفوا بهذا التصرف فما بقى لك من دولة عندها كيان وعندها واسع عندها التجارب يعني البترول هذا هو الأول مرة يكون في وارد بترول وتوزيع بترول البترول هذا حاجة قديمة قدم السلوك المجتمعات يعني مما ظهر البترول في سكتينات القرن الماضي يعني كتدفقات وكذا وظهر عندنا أننا هنا وأنتجنا البترول وعرفنا نوزع وعرفنا نبيع وعرفنا الصادق ودخلنا الشركات العالمية معنا فذي كلها يعني التجارب وطريق محبد للأداء الإداري الراتب التقليدي اليوم يعني فهذا الناس يدهو ما يكفي من عناية نعم نبقى في ذات إطار الوقود وماذا راكم الوقود ننتقل إلى صحيفة الأهرام اليوم على صفحتي الثانية كميات كبيرة من الوقود إلى جنوب دارفور عبر السكة الحديد كشفت حكومة ولاد جنوب دارفور عن ترتيبات لتوفير كميات كبيرة من وقود الجازولين والبنزين في وقت أكدت فيه حكومة ولاد غرب دارفور عن عدم تأثيرها بأي أزمة وقود وأوضح محمد توم نائب رئيس الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور أن هناك 24 عربة سكة حديد محملة بالجازولين ستصل إلى الولاية خلال يومين إضافة إلى 40 ألف جالون بنزين مؤكدا أن الموقف مطمئن وأن جمعين محطات الولاية تم رفضها بـ 20 ألف جالون بنزين يتم صرفه بنظام الكوتا من جانبه أكد المهندس محمد عبد الرحمن إبراهيم مدير إدارة التوليد بولاية غرب دارفور أن الإحتياطيات أو الإحتياطات والترتيبات المسبقة التي تم اتخاذ الاستقرار وفرة المشتقات البترولية أسهمت في عدم تأثر الولاية بالأزمة التي حدثت مؤخرا مبينا أنه تم تفعيل الرقابة الدورية على محطات الوقود ومكافحة تهريبه والتوفيق بين الاستهلاك والمخزون الموجود وهو ما أدى إلى استقرار موقف الوقود تجربة متميزة في ولاية جنوب دارفور على مستوى المركز توفير هذه الكبنيات والموازنة بين الاستهلاك والمخزون والنقل عبر السكة الحديد هو كويس أنا غايته في ظني ما في ولاية ما اتأثرت يعني صرف النظر عن الوالي الفلاني قال والفلاني قال لكن الأزمة دي أزمة من السنتر الخرطوم ومرورا على كل السودان ما في استثناء للأمانة يعني ما في استثناء لكن المهم أي والي يفترض أن يكون عمل له معون أو أي ولاية عملت لها مواعين بتعالتخزين احتياط السراتي للوقود وإلا بتكون هي ذاتها نفسها رهن للتانكر الجاي ويتابعه التانكر ذا بالموبايل وصل مدني وصل سنار وصل للحتة الفلانية نعم مفروض يكون فيه وقود في تانكرات وفي إنفاق صراحة يعني نعم يعني ناسة مثلا الاستعراضات والحشود والاجتماعات الكثيرة ودي كلها بيقروش ولا مجانة بيقروش نعم ممكن توفر هذه الأموال كلها ممكن جدا تعمل تانكرز الكبيرة دي المحطات تخزين تخزين الوقود ممكن أي ولاية يكون عندها محل بتاع تخزين وقود يكفيها نقول لعدد من شهور شهرين أو ثلاثة شهور زي الصوامع الغلال يكون عندها احتياط صوامع الغلال المسائل الحقيقة يقول لها ما بتحتمل فلما يقطع منك الوقود أنت طوالب ترتع لإحتياطي بتاعك بتوفر لحد ما يتعالج المشكلة لكن تخلي النواس وأكفين طابور وتقول لهم والله يتحرك القطر من سك حديد الجاين عليه حتى الفلانية ولا ما زالت البواخر في بورسودان كل الأنظار الآن متجهة قبلة بورسودان شرقة الباخر وصلت بالتليفون مع ناسك في بورسودان نزلوه وصل هيا وصل معرفة فلانية يخي ما ممكن أصلا يكون ده شغل بتاع زول يعني ماسك ليه وزارة ماسك ليه إدارة يعني ده نير في غير مكانه يعني ده ما خطط بتشيل بتشيل حي الوزارة ده ما خطط بتقدر توفر حاجة شعبي بيأكمله دولة الناس حوالينك يعني محتاجين إنه يتوفر لهم الشئ أساسي حين ينتجوا حين يعملوا نعم نعود مرة أخرى إلى صحيفة الصحافة على صفحتها الثانية جماع انخفاض حالات التهريب وتدفقات الأجانب أعلن ولي ولاية كسلة آدم جماع انخفاض كبير في حالات التهريب عقب إعلان حالة الطوارئ بالولاية وفقا وقفل الحدود وقال إن ولاته أجرت إحصائيات علمية أظهرت فارقا ملحوظا للتهريب ما قبل وبعد حالة الطوارئ وكشف في حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي بالإذاع القومية أمس عن انخفاض مركبات التهريب من 75 إلى 6 شاحنات وتابع مجزة حالة الطوارئ ضبط التهريب ووقف حجم التدفقات وفقا لرصد علمي وبشأن مشروع النفر الكبرى بالولاية اعتبر رعاية رئاسة الجمهورية لانطلاقة المشروع تجسيدا لاهتمام الرئاسة بإحداث نقلة نوعية في كل مجالات الحياة بالولاية ووضحنا نفرة تشمل تكملة مشروعات الكهرباء وتوفير المياه النقية ضمن مشروع الزير وعطش بجانب تعميم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوطين العلاج بالداخل يعني بإضافة لهذه النفرة التي تستهدف ولاية تكسل وطبعا عدد من الولايات تقود مثل هذه النفرات لتحسين الأوضاع في الولاية والخدمات وما إلى ذلك ولكن تحدث الوالي عن التهريب ووحدة من الولايات التي تخرج عبرها الأشياء من السودان هي ولاية كسل طيب أنا مسألة نفردي على مستوى الدولة ما مقنعة نعم ما فيه تنمية التنمية مقسمة لأنشطة إنسانية معروفة اجتماعية وديه في الصحة وديه في الخدمات المختلفة وديه في التعليم وديه في الإدارة وديه في الموارد وديه في هكذا فلذلك كل وظيفة موصوفة يعني في القانون وفي اللايحة وكل الموظفين مدربين نعم على أدى دورهم وبالتالي العمل يجب أن يكون عنده منظومة سياقات بقلال سياقات عمل ثابتة نعم كل ذلك عارف شغله بديه لكن ما بتقعد أنت تشتغل باستمرار أنت في حالة نفرة طيب النفرة معناها شدت يعني بفوق العادة بفوق العادة فجمعت ناس عملت نفرة النفرة استمرت يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين انتهت النفرة وانصرفوا الناس لحاله البحصل شنو يرجع الحال الثاني من جديد لحاله الأولان نعم يتم احتاج لنفرة جديدة نعم فلذلك مسألة النفرات دي هي ما مسألة ما مجدية ما مجدية لأنها حياة موضعية لكن مسألة الحدود مسألة حيوية جدا نعم وفعلا الانتشار الأمني التم في حدودنا مع اريتريا يعني جاب نتائج ممتازة جدا في وقف التهريب السلاع وقف تدفقات اللاجئين ووقف تجارة السلاح ووقف خروج كثير جدا على القانون نعم ودي حتة حيوية جدا وأنها حدودنا مع اريتريا حدود قريبة يعني كلها طاشر وعشرين كيلو متر من داخل السودان يعني أو من حدودنا تجد المدن تجد المراكز بتاعت التجمعات يعني وقريبة للزلط قريبة لبور سودان قريبة لقلب السودان الداخل يعني فحيطة مهمة جدا ما ستحد فبرضو يجب ادامة ادامة هذه المراقبة يعني برضو ما تكون نفير مراقبة نفسها تكون مراكز مراقبة ثابتة عمل مستمر عمل مستمر دقوب مستمر وتحسن له بيئة التنقل والمراقبة فيه استخدام التقنية والتجهيزات الجديدة للمراقبة وبالتالي تبقى محطات انت تخدم هذه المحطات بما يلزم من خدمة المحطات دي ممكن لقدام تتطور بسموها القرى القرى الحدودية والقرى الآمنة هي تأمن نفسها وتأمنك انت برضو اللي قدام بس تتواصل لها الخدمات الأساسية ردميات الشارع لو وصلت لها كهرباء بعيد بتكلم عنها بطاقة رياح بطاقة شمسية فضلا علقت شبكة غوامية دخلت فيها جوفر لها الموية اللازمة بيدعينهم في زراعة باستخدامات الآلة البسيطة تدون التواريب المحسنات تدون كده فبالتالي انت بتكون نميت حدودك وأمنتها لأنه أصلا الدول بتوكل من أطرافك يعني غالبا الدول اللي بيقرموها من الطرف يعني بتوكل من أطرافك كان كدما نشاكل السودان الآن عبر دائرة الحدود مشاكل حدودية عندنا مشاكل مع مصر وعندنا مشاكل مع ليبيا في الهلو كان زيلا عندنا مشاكل مع التشادي انتهت عندنا مع أفريقيا الوسطى عندنا مع جنوب السودان عندنا مع أثيوبيا الأسي تكلم الناس عن أنه تنمية الحدود وعندنا مع ريتري معنا أنت لو أمنت حدودك دي من خلال مشروع تنمية طويل النفس طويل النفس علمي نعم انت بتكون أمنت عملت لك حوش أمان في بلدك وستر وبتكون انت استطعت انك تختصر مجهودات كبيرة جدا وتختزل جهد جبار جدا بخلال مراقبة حدودك نعم إن لم تكن موجودة على حدودك فهي معرضة للضياء نعم معرضة لأي شيء نعم نعود مرة أخرى إلى صحيفة أخبار اليوم وخبر الذي يصل أيضا بمسألة الحدود في ختام أعمال اللجنة الأمنية المشاركة السودان وأثيوبيا يتفقان على تأمين الحدود ومكافحة التهريب والجماعات المتفلتة في التفاصيل اختتمت اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في جولتها السابعة عشر فيما ترأس وفد السودان المشاركة الفريق أول دكتور الركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة وبحثت الاجتماعات البرتقول الدفاعي الموقع بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أمن الجانبان على ضرورة الالتزام بما تم التواصل إليه من مخرجات والاستعداد وتبادل المعلومات والسيطرة على الجماعات المتفلتة ومكافحة التهريب والتجار بالبشر وتجارة السلاح والمخدرات والجرائم العابرة ملفات مهمة جدا بيننا وبين كله متفق عليه لكن برضو يبقى ترسيم الحدود مع أثيوبية معرفة وين حدود السودان وين حدود الأثيوبية وترفع هذه الخرائط والشابة وقعات متفق عليها يبقى ذات تأمين الحقيقي نحن إلى الآن عندنا إشكالات معلقة في الحدود أثيوبية أثيوبية دولة جارة ودولة مفيدة جدا للسودان نعم ودولة الصين يعني نحن وإياها ممكن نصنع قوي قليمية كبيرة جدا والآن في شراكات وفي كهرباء مشتركة وبناء السد في تنسيق أعمال فنية وغيره ولذلك تجربة السودان مع تشاد في تأمين الحدود هي تجربة رائدة بحق وحقيق يعني الناس لم يبدوها كده وهي تطورت وتأصلت وأصبح تسي نموذج للإتحاد الإفريقي بضربها المثل وبينقل حيثياتها دي يعني إلى دول إفريقية عشان السويقها فنفس الفكرة الموجودة بالقوات المشتركة مع تشاد لو نقلت إلى حدودنا مع أثيوبيا بيكون أمن حدودنا خاصة حدودنا مع أثيوبيا حدود طويلة جدا فتكون أنت أمن تجانب أساسي بالإضافة لأريتريا ما قد تقول مشتركة لأنه لسه بيننا وياها إشكالات مفتعلة ما عندها أي حقيقة أو واقع تفترض عليه أو تبني عليه لكن تأمن من جامعك مع أثيوبيا تأمن مشترك فأثيوبيا دولة يعني لو الناس يتعاونوا معها هي ذات فايدة كبيرة جدا بالنسبة للسودان لكن شريطة أنه أجزوا العريف حدوده وين يعني نعم دون مجاملة ما فيها مجاملة فنحن صحيح في جلسة بتاعت اجتماع مؤتمر لقاء مشترك ما في مشكلة الروح إيجابية لكن توظيف هذه الروح الإيجابية اللي معرفة أين الحدود فيش كالية ما تزال قائمة الآن في حدودنا مع أثيوبيا دعم ونبقى في ذات هذا الملف على صحيفة السوداني في صفحاتها الأولى ضد تهريب ذهب وعملات أجنبية بمطار بور سودان وضبطت جمارك مطار بور سودان الدولي أمس الجمعة محاولة تهريب 20 ألف يورو وألف ريال سعودي كانت في طريقها إلى خارج البلاد وقال مدير مكتب الإعلام بدائرة جمارك البحر الأحمر المقدم خلفل العبيد إن سلطات جمارك المطار تمكنت من إحباط محاولة تهريب 329 جرام زهب أضاف إلى مبلغ 20 ألف يورو وألف ريال سعودي ووقف مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء شرطة حقوقي مصطفى حسن العبد على الضبطية وأشهد بيقظة أفراد وضباط شرطة جمارك المطار وتوالي إنجازاتهم الكبيرة ما زلنا نتحدث عن التهريب وكل هذه الأشياء على حدودنا الشرقية وهذه المرة في مطار بور سودان والله تحية لأخواننا في الجمارك يعني هؤلاء الشباب يعني أنا أحييهم تحية خالصة ونشيد بجهدهم وذكاهم يعني عندهم حدث يعرفوا يعني قبل يومين جابين تهريب بتاع دولارات مزورة في طرنباط اللي آبار غطسة قبل كده اكتشفوا حبوب مخدرة في شاحن بتاع موبايل شاحنات بتاع موبايل يعني موفقين جدا لكن برضو المسألة التهريب الآن من المطارات هي مؤشر انه في فائدة من خلال تهريب الذهب ودخول هذه المغامرة انك تتهريب ذهب وتدفع لو قبضوك يعني يصادروه منك وممكن تتعاقب وتفخل السجن كده فتبقى هي المسألة من المسائل المعتادة يعني الناس ما في السودان براه يعني في العالم كلها تهريب المخدرات حتى في المطارات الكبيرة في الدول دائما الناس الجماري بيقبضوا الممنوعات لكن قطعشك ما بيقدر يقبضوا كل الممنوعات يعني كل الحاجة الداخلة انت ممكن تقبض نسبة كبيرة منها وكل الحاجة المارقة برضو ما بتقدر تضع يدك تقول والله انا امنت المطار بنسبة مئة لانه ابني آدم ده كل يوم بيستشيف جديد وكل يوم بيستشيف حيلة جديدة في التهريب فتبقى بعد ذلك كيف انك انت تستخدم وسيلة اقتصادية لمنع تهريب الذهب يعني انا اخلي وضع السودان هنا افضل يعني افضل لي انا كمنتج للزهب او تاجر للزهب او وسيط لنغل الذهب ابيعه في السودان هنا بفايدة اكبر مما اوديه بره هذا الحل النهاي لتهريب الزهب اما تهريب المسائل الثانية فضرب غرائب الابل عشان الزول يرعوي يعني ناس الدول اللي بتعمل العقوبة الاعدام للمخدرات لتاجر المخدرات يعني هي الاقل كقبلة للمهربين والعقوبات ما دون ذلك يعني ممكن كل ما تقيل العقوبة كل ما يسوء ادب الناس في انهم يتجرؤوا يهربوا فلذلك العقوبة يجب ان تكون عقوبة رادعة تماما والترتيبات الاقتصادية بالنسبة للذهب وانتاجه وكذا يكون وضع السودان هنا من انك انت تشتري الذهب او تغري من يمتلك ذهب يبيعوا في السودان الله لي مما يهربوا بالريان نعم ولكن يعني في كل صباح نشهد محاولة لتهريب الذهب ودائما نقول بأنه هذه هي المحاولات التي تم ضبطها ولكن يعني يمكن ان تكون هناك كثير من المحاولات التي نجحت في العبور بالذهب يعني الا يشي الامر بأي نوع من المافيا في مجال الذهب لانه المسألة اصبحت كثيفة جدا هل هناك عمل منظم في هذه المسألة قطع شك لانه المشروع نفسه يعني مشروع التهريب اصلا مشروع لمن يمتلك مال كثير يعني ليلة المهرب الواحد ممكن شير له مثلا جرامين ثلاثة لكن يقول لك بالكيلو يعني كيلو ذهب يجيب كم مليار يعني قطع شك لا يتوفر لأي زون هذا المبلغ ففي ناس بيكون عندهم قروش يبيعوا اشتروا الدهب ويعيدوا تصنيعوا يعني عشان يتهرب ذاته يعملوا سبيكة في شكل يد بتاع الشنطة يطلوها بالأسود شغل بتاع المافيا زي شغل الأفلام داك يعني نعم ويستأجروا زول مسكين ساكد يعني يقول لي والله انت رودت بحيدي ويدي ما التفنن في المسائل نعم فزول بالمغامر بشي للشنطة وما عارف نضبط الجمار بيراغبوا يعني وعندهم برضو بيراغبوا الوجوه واختلاجات الوجش كده من ناح السايكولوجي يعني نعم فمشكلة يعني هي بيقى زي القط والفار يعني توم مجير يعني كل زول بيبتدر حيلة والتاني بحاول اكتشفها نعم ربا نعينه نبقى في ذات صحيفة السودان وعليها السودان يرأس أعمال اجتماع المائذة المستديرة حول الصمغ العربي بالانكتاد ترأس نائب المندوب الدائم لبعثة السودان الدائمة بجنيف السفير كمال جبارة محمد صالح أمس الجمعة بقصر الأمم المتحدة اجتماع المائذة المستديرة حول اقتصاديات الصمغ العربي في أفريقيا وذلك بتنظيم منظمة مؤتمر تقرير المنظمة حول الصمغ العربي وقال السفير كمال جبارة رئيس الاجتماع أن التقرير الذي أنتجه فرع السلع التابع لآمانة الأنكتاد وقف على الهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقطاع الصمغ العربي هو من القطاعات الربنا اختصت بها السودان يعني حزام الصمغ العربي في سابنة الغنية هو في التخوم السابنة الغنية والفقيرة ما في دولة تنتجي الصمغ العربي وكان وزارة الزراعة لفترة أدت الناس 20% من كل مساحة أرض أنها تزرع هشاب صمغ العربي وعملوا له مؤسسات وعملوا له هيئة ولا شركة على أساس أنه يكون عندها عضوية ومزارعين ويجمعوه ويعيدوا تحسينه من خلال إعادة التصنيع وبعد ذلك يصدروه وهو شبيه من الدهب يعني هو كان واحدة من المنتجات الما عندها بديل كيميائي يعني حتى البدائلة الكيميائية ما بتديك نفس الفعالية الصمغ العربي يدخل في الصناعات العسكرية في الصناعات الأصباغ في الألوان الدواء يدخل في النسيج في صناعة السيارات يدخل في عشرات المنتجات يعني حتى الصواريخ الباليستية ما البلاستيكية الباليستية نعم يدخل في صناعات يعني فلذلك ده حتات مهمة جدا يعني عشان كده الصمغ العربي السوداني يعني جدير بإنه يعيدوا الاهتمام به ويدخلوا مع شركات كبيرة مع شركات مع دول عندها تغنية تغنية سواء كان زراعية في الشغل الزراعي أو صناعية في إعادة التصنيع والتعبئة عشان يبقى صادر صادر مجد يعني ويبدو أننا يعني مؤخرا يعني نهتم بقطاعات أخرى غير الصمغ العربي الصمغ العربي يحتاج مننا الاهتمام أكبر ليس كذلك يعني نحتاج إلى تنمية الأشجار حماية عدم قطعها رعاية حتى الصمغ العربي لأنه يقال حينما تصنع وتصدر خير لك من أن تصدره هو خام لأنه سيد لك عمره أكبر حتى الشجر ذاته لما نحتلم مساحات خضراء برضو بيديك إنتاج بيئي أفضل بيديك إمكانية استمطار السماء يعني للبيئة الخضراء بيديك تنقيها للأكسجين بيديك فوائد بيئية كثيرة جدا حتى الرعي يعني في الفترة الماء بيكون فيها مثلا الناس بيرعوا فيه بيمسك عشرات المئات أو الآلاف من الأسر وبعدين بيبقى مصدر دخل أساسي سواء كان للمزارع أو للزول الوسيط أو للدولة نفسها نعم كرافد من روافد التصدير وجابه للعملة الأصعبة نعم ننتقل إلى صحيفة البتشر السياسي وعليها بحث مع نظيري السعودي تسهيل تحويلات المغتربين وزير المالية يتوقع عقب عودته من واشنطن رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب قال وزير المالية محمد عثمان الركابين المبحثات التي أجراها على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقدة الدوليين بواشنطن ركزت على رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب وإعفاء الديون واستفادة السودان من المنح والقروض وتوقع الوزير في تصريحات صحفية عقب عودته من واشنطن أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب في الفترة القادمة ووضح أن المبحثات تناولت واقع الاقتصاد السوداني خاصة بعد انفصال الجنوب وقضية اللاجئين وتحديات التي تواجه الاقتصاد واندماجه في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات طيب هي أمريكا وغيرها يعلم تمام العلم من السودان لا إرهابي ولا راعي للإرهابي نعم ولكن هم بحاولوا يحاصروا الدول أو يحاصروا خيارات الدول ويرغموها على أن تتخلى عن خياراتها سواء كان خيارات حضارية أو خيارات سياسية أو اندماج معهم أو تماهي في صورهم يعني بهذه العقوبات والعقوبات أصبحت يعني عصى في أيديهم باستخدامها استخدام سياسي نعم وحتى الديون يعني هي ديون ربوية يعني أصل الدين في السودان 12 مليار اتشالت في زمن نميري رحمة الله عليه من صندوق النقدة الدولية لكن فيها نسبة ريبة فالريبة دا ربى إلى أن بلغ مبلغ الآن تقريبا أكثر من 50 مليار أو نحو من ذلك يعني دولار بقدين في دمة السودان وكل ما طالبها الأجل كل ما نمت وزادت وزادت العبئي والضغط السياسي على السودان أكثر منها إنها هي مسائل بتاعة تداول رقوس أموال أو أرباحها أو غيرها يعني فلذلك وجب على السودان فنيا السودان مستوفي أنه تشطب هذه الديون لأنه فينها ديون ديون هالك ذي ما يقولوا عليها نعم والسودان فنيا موحل أنه في دولة وصفوها بأنها دولة ذات طبيعة كذا وكذا دي يشطبوا دينه وشطبوا ديون كل الدول على السودان كالسيف واحد وماذا الباقي أنه مثقل بهذا الدين الذي وجب واستوجب شطبه يعني فضلا عن مسألة قائمة الإرهاب لأنه الدوك ليه بالاقتصادية يعني رفع القيود الاقتصادية أخذوا منك بإسمك ما يزال في قيد اللاعيح السوداء بتاعت الدول للرعي الإرهاب فذلك السودان حقيقة ما استفاد من مسألة الرفع الاقتصاد لاستفادة الكاملة يعني ما تزال البنوكة العالمية ما ماخد الشدة في التعامل مع السودان وما تزال فيه شكالات فنية في الجانب المصرفي والمالي مع السودان بسبب وجود اسم السودان في القائمة السوداء للدول الرعي الإرهاب وهو ليس كذلك نعم شكرا جزيلا اللواء يونس محمود كنت معنا في هذا الصباح شكرا جزيلا مشاهدين العزاء كنتم معنا في خطوط عرضة لهذا اليوم لا تقيمي من شئة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة